السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام بكم متابعنا الكرام اليوم ان شاء الله معنا فيديو جديد. اه معنا الرسيفر اللي معايا ده. الموديل بتاعه زي ما انتهتشوف احضراتكم دلوقتي. سري دي بوكس اس ون رسيفر اتش دي. ده شكله. طبعا المشكلة في الرسيفر. اه مدخل اتخلع الزبون او العميل اتخلع منه مدخل اي في وطبعا المدخل ما تخلحش كده ما تخلحش كده بسهولة. المدخل اتخلع واخد ارجو للتوصيل معاه زي ما انتوا هتشوف حضراتكم دلوقتي كده. ده شكل المدخل اهو. وارجو للتوصيل المخلوع فيه. فطبعا حضراتكم دلوقتي انا هتقابلني مشكلتين. المشكلة تثبيت المدخل ده في مكانه ومشكلة العصورة على الموقع المافقودة او المسارات المافقودة من المسارات السطور Soon차�ى هو المفقودة من هنا. لان اننا فيه تلات ارجوال بداخل مفقودين معاه زي ما هتشوف حضراتكم دلوقتي كده. هنا اوه ادي مدخل وادي رجل وادي التانية تلات ارجل طبعا هنا في دي اقدار دي انما ده عندنا تلات مداخل اوه والرابع مفيش غير مدخل واحد اللي ستشغال معي والتلاتة التانيين مفصول زي ما تشايفين حضراتكم اول مشكلة اللي هتقابلني ان انا افصل على المسارات دي تاني مشكلة انها سبت السكت ده طبعا السكت ده عشان سبتوا التاني في مكانه هياخدوا المسارات دي وهيخلع التاني اللي اعملها والزبون هياخد الريسيفر وهارجعلك بيتاني يوم يقول لك خد الريسيفر فصل معا صوت فصل صورة هتلاقي قبلك مشاكل فانا عشان يعني اعمل الحاجة دي وتبقى كويسة معايا في حاجة نعملها في الفيديو ان شاء الله وانشيركها معكم تاني حاجة عشان نخرج المسارات دي هنوضع لحضراتكم هنخرجها ازاي لكن تابعوا الفيديو علشان تقدروا تستفيدوا بكل معلومة فيه وقبل ما نبدأ الفيديو تعالى نصلى والسلام على النبي لهدى سيدنا محمد اللهم صلى والسلام عليك على سيدنا محمد طبعا حضراتكم الرسيفر معايا بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده المفروض معايا المدخل ده هنا مدخل صوت وصورة بيخرج معايا صوت وصورة للتلفزيون معايا في حالة تلف المدخل ده او حصول في اي مشكلة بالشكل انتم شايفينه ده كده مش هيشتغل معايا. طيب نبدأ اول حاجة حضراتكم هنعملها ان احنا نخرج مداخل الصوت نعرف مداخل الصوت والصورة بتاعتي فين على اللي انا هبدأ اوصل عليها. لان انا المدخل ده كده انا مش هركبه. المدخل القديم ده اللي موجود معي هنا ده مش هركبه تاني. لان هو طبيعة الحال عشان هركبه هياخدو الارجل دي او هيفصل واشتغل معايا فمش هينفع ركبه تاني. هنعمل ادلوقتي. هبدأ اسحب النقط اللي معايا دي كده. لكن لازم نستدل على الصوت والصورة معايا عشان اخرج مداخل الصوت والصورة واعرف المسارات دي بتحت دي جاي منين وراح فين زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. وهبدأ اوصل. طيب اول حاجة اعملها معايا هجيب شاشة او تلفزيون اشتغل عليه. زي الشاشة اللي معايا دي حضراتكم. دي شاشة نشغل بها. طبعا احضراتكم ان هنا قبل ما نبدأ عشان برضو انتم عارفين انا بشتغل به. ان هنا عامل وصلة عشان استدلي بها على مشكلة الصوت والصورة وما تسببش مشكلة معايا في الجهاز اللي انا بكشف عليه. لان انت ممكن في بعض الصفرات ممكن عندك مشكلة في الصورة وتبدأ تكشف عليها تبدأ توصل بالجاك او بالاديو والفيديو اللي موجودة عندك علشان تبحس عن مشكلة الصورة ايام يعمل معاك مشكلة اشورة في الصفر او مشكلة في الصفر ايام هيحرم معاك الجهاز اللي هو بيخرج بيستعمل اشارة الصوت او الصورة. فانا عامل قبل كده زي ما انتم شايفين حضراتكم الكابلة دة. فيه مكسف تقريبا خمسون فلتا على عشرة مكرو. متوصل على التوالي مع سلك واحد فقط لغير. مع الكابلة انتم شايفين حضراتكم ده علشان ما يسببش فيه. طبعا الطرف التاني فيه. زي ما انتم شايفين حضراتكم هو الكابلة حتة واحدة. يعني كابلة زي ما وضحتوا لحد رابكم كابلة افو عادي. هوصل فيه على التوالي مكسف. هقطع كده هوصل مكسف. والنحية التانية هعمل المدخل ده علشان استقبل عليه الاشارة سواء الشارة صوت او صورة من هنا. يعني مسلا انا عندي ده. ده كابل الصورة اوه. اللي جاي من الشاشة معي. هوصله هنا. وهبدأ اوصل ارضي في الصفر. ونبدأ نبحث بقى حضراتكم علشان ما اعودش يا ايس او ادور. اقعد ابحث على الخطة او النقطة اللي عليها صورة معي الاول. طبعا هوصل الارض هنا لان هنا ده المفروض النقطة اللي في النص دي. اللي موجودة معي دي. وده الارض معي. فانا رازم نوصل الارضي في الصفر عشان يحصل فيه اتصال. والنقطة التانية دي اللي انا هبحث بها عن الاشارة بتاع الصورة معي والصوت. اول حالة. هبدأ كده. هتطبع طبعا النقطة اللي موجودة معي هنا دي. لو جيت تطبعت النقطة دي من هنا. هلاقي المسار ده كده. هممشي معي كده كده. رايح على الترانزوستور ده. رايح معي على الترانزوستور ده. فانا هبدأ كده همشي ورى الخط ده وهبدأ ألمس بسن الملتميتر اللي معاها ده. لحد ما تظهر معي صورة هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم. هبدأ كده طبعا النقطة دي معي هي. هبدأ ألمس هنا كده. هتطبع المسارات. زي ما انتم شايفين حضراتكم هنا. ظهرت معي. هنبدأ كده نلاحظ حضراتكم بعد ما وصلت كده. في صورة. اعلامة صورة ظهرت معي والإشارة زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. يبقى انا كده معي اول خيط قد رمشي عليه ده الصورة. زي ما انتم شايفين حضراتكم ظهرت معي. وزبطتها طبعا هنا ده الارض العام. طبعا ربطت كل فرد كل سلك من دول هتلاقي فيه ارضي الارض اللي معايا ده. اللي هو في الطرف الدارة اللي مدورة معايا دي. وكل مدخل بيني من دول بيوصل معي اشارة تاني اشارة صوت واشارتين اشارتين اشارتين صورة واشارتين صوت معي. فانا هبدأ اتعرف على حضراتكم على اماكن الاشارات معي هنا. ونشوف المداخل بتاع السلك ده علشان نقدر نحدد معانا اللي هنوصله في الصوت ولا هنوصله في الصورة من هنا. لفو موتر معي هجيبها الوضع البزر او الديول وهبدأ كده اعرف الارض بتاعي العمومي. هو اصل في ارض البردة العمومي اللي معايا دي. شوفوا الارض بتاعي طبعا انا جمحت الارض معايا كله في سلك واحد او زي ما انتم شايفين حضراتكم. لو جينا كده هازبت على الارض ده ونشوف. الارض العمومي معايا انا هو. على الدار الخارجي ده كده. وزي ما انتم شايفين حضراتكم على التلات جاكات او. هيتبقى معايا السلك الاشارة الداخلي او بين الاشارة الداخلي اللي معي. عايز اعرف انا دلوقتي الصورة معي طبعا احنا نستخدم لا صفر ده صورة. هبدأ كده اثبت على البن الداخلي ده. وهبدأ افحص تاعة اسلاك الباقيين معي. عندي انا سلك. لا مش هو ده. وهدي سلك التاني. ايوه هو ده كده الاصفر معي. يبقى انا كده ده استخدمه فيه. اخراجه الصورة. يبقى انا هبدأ اول حاجة اعمل لها كده حضركم. على الترانزيزطور اللي احنا حددنا فيه مكان الصورة فيه. وهبدأ اوصل عليه. اوصل عليه سلك سلك اللي معي ده. اللي احنا يصنعه هضربكم دلوقتي على الجاك الاصفر ده. هبدأ اوصله هنا هضربكم. ولا كده سحبت اول سلك معي. واللي هو المختص بيه اخراجوا الصورة معي. زي ما انتشوفونا هضربكم هنا اخدت على ترانزيزطور ده رجل ترانزيزطور دي اللي ادت معي صورة. بقى معي بقى هوصل الارضي معي ده الارضي العمومي. للتلات جاكات اللي معي. هبدأ كده. هفحص على الارضي هنا معي. زي ما انتشافين هضربكم ده الارضي. هبدأ سبت هنا الارضي. كده هترقم انا واعتبر كده حصلت على صورة معي. هبدأ اشجاك الاصفر ده. لانا المفروض كده هشجاك الصورة معي. هبدأ وصله فيه في الشاشة معي اللي من نورب عليها دي. هنبدأ كده هترقم طبعا الصورة جات عندي ايه المرحلة اللي بعد كده هبحس على مدخل الصوت معي. طبعا عندي هنا. ده عرفنا ان هو ارضي ما فيهش صوت. هنا. بعد كده الرجل بعد زي ما انتشافين حضربكم الصوت ظهر معي اوه. على النقطة دي كده. بتأسف على الصوات الجنبي ده انا شغال في النهار في الشارع. المحل على الشارع فيه اصوات جنبية يعني. فبنتأسف الناس على الصوات دي. زي ما انتشافين حضربكم هنا كده. ده هنا مدخل الصوت معي التاني. ده مدخل الصوت وهنا اكيد التاني اللي جنبي ده مدخل برضو صوت فانا هوصل كده سلك من اسلاك اللي معي دي. هنا الجاك اللي معي ده هبدأ اوصل السلك التاني اللي هو للصوت معي. بعد كده هنجرب مع حضراتكم مع التلفزيون مباشرة. نعرف بس المصورات وبعد كده نجرب على التلفزيون. طبعا الجاكات دي مش هتركب معي هنا في في المدخل ده. لان ده طبعا زي ما انتشافين حضربكم الاتنين زي بعض يوم. فهنجرب على التلفزيون نعرف المداخل فقط لغيره نبدأ نجرب الاسفر على التلفزيون مع حضراتكم. كده حضراتكم اخدنا مدخل الصوت اللي هو التاني. فاضل معي. كده كده وصلنا صوت واعتبر راح لسماعة وفي فيه صوت تاني اللي هو الجنب التاني. هروح لسماعة برضو تاني اللي هو اللاحمر واللابيض ده وصلنا احنا اعتبر. اللاحمر هنبدأ نشوف اللاحبيض ده هنبدأ نوصله برضو التاني للصوت. معلشين الصوت يبقى طالع كويس. زي ما وضح ما حضراتكم كده طبعا انا سحبت معي هنا الارض العمومي ابقى قعد ما حضربكم تانى عشان النقطة هي حضربكم النقطة وهنا دي النقطة اللي خرجت معاه صوت فقط لغير من النقطة اللي موجودة عندي هنا المفروض كان عندي هنا خط ده مأطوع مع النقطة دي لكن مفيش اي صوت خرج معا من هنا فانا الوقتي وصلت اشارتين الصوت اللي بيخرجوا معا لتلفزيون على النقطة دي عشان اشغل معاه سماعتين التلفزيون وعندي طبعا اشارة الصورة النقطة دي اللي اديتني اللي اعطت رانزوستو دي اللي اديتنه صورة. وبعد كده الارض العمومي بتاع الطلاجات ركبين هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. البقى معنا ان شاء الله التجريب ونشوف مع حضراتكم. هنروح للتلفزيون ونجرب ع التلفزيون نشوف مع حضراتكم نتيجة ايه? خير ان شاء الله. نقوم نوصل السفر هنا معي على الشاشة اوه. ونبدأ نجرب مع حضراتكم. الصورة ابتده يفتح معي. وزي ما انتم شايفين حضراتكم ابتده يبوت على التلفزيون اوه. وبقى ان احنا نجرب صوت وصورة معنا. زي ما انتم شايفين حضراتكم. الصوت اشتغل معي والصورة تمام. اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن امري. ذلك تأويل ما لم تستطع علي. زي ما انتم شفتوا كده حضراتكم دي طريقة توصيل الجاك لو في مشكلة عندك في او زي تخرج ما مخارج الصوت والصورة من الرسيفر المينة والاتش دي. بالطريقة اللي اوضحناها حضراتكم دي كده. نجوب كده حضراتكم ان شاء الله بزي اللي هنقفل الرسيفر بتاعنا. ونزبط مكان الجاكات دي. وكده الرسيفر خلص معي ان شاء الله. ابدأ كده المرحلة الخير طبعا اللي هي مرحلة التقفيل دي. طبعا انا اخدت السلك واخدت لفة كده على مصمار هنا علشان السلك ما يخرجش معي والمسارات دي تقطع التين بسهولة. هنبدأ بس نقفل الرسيفر. زي ما انتم شفين حضراتكم كده. طبعا المدخل كويس طبعا اللف اللفنا على المصمار ده علشان ما حصرش يشده ويحصل حاجة فيه سلك ده ويقطع لي المداخل اللي احنا اللي حمناها التاني دي. كده حضراتكم ازي صفر اتقفل معايا تمام وما فيش مشكلة. وعند هنا مخارج الصوت والصورة اهيه. ونفس الطريقة احناها حضراتكم يا ريتم كنا افردناكم في الفيديو ده. واي حد عنده تعليق او صفصار يتركوا اسفل فيديو. تخلوش علينا بالصلاة والسلام على النبي الهدى سيدنا محمد. اللهم صلى الله وسلم وبركاته على سيدنا محمد. واستوضعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.